أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفلامي مرأة تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربك الحق 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 لعلكم بلقاء ربك الحق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرُعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُثْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفعوا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم دمکان داري صدراء بacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah disampaikan oleh Encik Amin Boya bin Amir yang mewakali negara Iran وَهَكَزَا أَيُّهَا السَّادَةُ الْكِرَامُ لَقَدْ إِسْتَمَعْنَا قَبْلَ قَلِلِ إِلَا تِلَوَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ آيَةِ ذِكْرِ الْحَكِيمِ تَلَهَا عَلَيْنَ الْقَارِقِ السَّيِّدْ أَمِنْ بُوَيَا بِنْ أَمِيرِ الْمُشَارِكُ مِنَ الْجُمْهُرِيَةِ الْإِسْلَامِيَةِ الْإِرَانِيَةِ Saudara, antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah penciptaan langit, bumi, bulan dan matahari serta apa yang ada di alam ini kesemua ciptaan Allah SWT itu membuktikan kekuasaannya yang maha agum hakikat ini jelas memberi keyakinan kepada kita bahawa hanya Allah yang layak disembah dan dialah yang akan memberikan balasan atas setiap apa yang kita lakukan di dunia ini justru itu saudara, umat Islam disaran mengkaji dan meneliti kejadian alam ini bagi mencari rahsia dan pengajaran yang terdapat di sebalik penciptaan tersebut